على ذكر موضوع تنطيق وجود ممثلين عن الأمم المتحدة وعن مجلس الأمن والمفاوضية الأوروبية في هكذا مؤتمر الرؤى والمقترحات اللي بيتم تقدمها من قبل هؤلاء الضيوف لمكافحة التطرف والإرهاب خليني بهذا المناسبة هذا السؤال أقول حاجة مما دار وثار داخل أروقة المؤتمر خصوصا من ممثل المنظمات الدولية ومراكز الأشقاء والمراكز الأبحاث حول العالم وخصوصا المنظمات الدولية وخصوصا الممثل الأمم المتحدة ومجلس الأمن الجميع أثناء على التجربة المصرية في مواجهة التطرف أثناء على التجربة المصرية في مواجهة التطرف من عدة زوايا من الزاوية الأولى من طبيعة هذا الشعب الرافض بطبيعته للتطرف والتشدد أثناء من أن الدجارة المصرية بتواجه التطرف من عدة زوايا وعدة مستويات ليست الزاوية الأمنية فقط وليست الزاوية الفكرية فقط وليست إنما من عدة زوايا ومن عدة مستويات الكل يتضافر ويتعاون لمواجهة هذه الظاهرة غير السوية خلال نزول الظاهرة المرضية في الإنسان فوجود هؤلاء كان كلهم يحترمون ويقدرون ويشيدون بالتجربة المصرية وكل واحد أدم من وجهة نظره لإثراء التجربة سواء في مصر أو في حول العالم لأن التطرف أيضا بيعاني منه العالم كله فكل واحد أدم من وجهة نظره ما يستطيع أن يتناصح لأن هذا مبدأ قرآني ومبدأ دعتنا إليه الأديان كلها التناصح والتعاون للخروج بسفينة العالم إلى بر الأمان فمسؤول الأمم المتحدة وأعضاء المراكز البحثية في العالم المفوضية الأوروبية كل هؤلاء بدأ كل واحد فيهم يقدم النصيحة التي يراها لتوطيد التنسيق والتعاون بين الجميع